بنشوة التوحيد والإيمان حاسس ما شاء الله بحلوة قيام الليل وصيام النوافل وذكر الله وقراءة الكرآن ما شاء الله الإيمانات عندي عالي قوي نفسي قابل شباب يقولوني الكلام دوت يعني كتير قومل بيقابلني ادعيلي أنا انتكست ادعيلي أنا حاسس بفطور ادعيلي أنا عايزة أقول لك حاجة بسيطة خارس عايزك تسمع الاثناشر وسيلة دولة وتعض عليها بالنواجز وتحول بقدر إمكان اكتب بس رؤوس أقلام اول حلقة لما تفتعد بكرة سجلها اعمل انت عايزه المهم بالله عليك اوعى تنسى الاثناشر وسيلة دولة للثبات على دين الله رقم واحد اقامة التوحيد لله قال صلى الله عليه وسلم والحديث روال بخاري المسلم اذا سئل في قبره فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء عارف حضرتك لحظة دخول القبر كنت قلت زمان ساعة موت احد رؤساء الدول هذا الرجل حكم دولته ستة واربعين سنة خبالك فلما مات فمشان الوحدي انا وكتير من الدعاء قلنا كلمة حلو قوي قلنا ماذا يساوي ستة واربعين سنة ملك بيشاور بيصبعه يغير اللي هو عايزه في بلد كاملة ويعمل اللي هو عايزه يتمتع بأي مطعة وعايزها ماذا يساوي ستة واربعين سنة ملك مع أول ليلة في القبر ماذا يتساوي كل مطعة في الدنيا ممكن الانسان ينساها مع أول غمسة في النار وكل عذاب وشقاء وبلاء في الدنيا ممكن الانسان ينساها مع أول غمسة في الجنة زي ما النبي أخبرنا والحديث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مر هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فأقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط يبقى إقامة التوحيد يعني إقامة التوحيد بسطتنا الموضوع يعني عشان بس نفهمة اوعى في يوم الأيام تظن أن هناك من ينفع ويدر من دون الله اوعى تتوكل على غير الله اوعى تذبح لغير الله اوعى تنذر لغير الله اوعى تحلف بغير الله خلي قلبك مليان توحيد لله خليك عالم يقينا إنه لا نافع ولا ضر إلا الله صحانه وتعالى وأن الله هو الذي يملك الدر والنفع وأن الله عز وجل هو الذي يملك مقاليد الأمور واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الحديث عند الترمذي بسند صحيح يبقى أقم التوحيد لله سبحانه وتعالى اوعى تنذر لغير الله اوعى تذبح لغير الله اوعى تظن أن هناك من ينفع ويدر من دون الله اوعى تظن أن هناك أوتادا وأكتابا يدبرون الكون من دون الله سبحانه وتعالى وحد الله سبحانه وتعالى قل لا إله إلا الله ده رقم واحد رقم اتنين وأنا سمحوني بستعجل لأن الاثنشر وسيلة دولت المفروض عايزين يتدرسه كل يوم وسيلة لكن بنقولهم كده بإيجاز إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله لعل وعسى ندرس لكم وسائل الثبات في سلسلة كاملة إن شاء الله بس عشان بكرة إن شاء الله فيه درس مهمة برضو عايزين نسمعه فالنهاردة بس يعني بنعرج على وسائل الثبات على دين الله أول واحد أول أول حاجة إقامة التوحيد لله لأنه خبالك من حاجة قد يأتي الإنسان يوم القيامة وكما يقول أهل العلم فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرقت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاصرين شفت ديه؟ إذن الشرك يحبط كل عمل صالح والتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه الترميذي وبسند صحيح أن الرجل يأتي يوم القيامة يا جماعة وينشر له تسعة وتسعين سجل السجل كمد البصر سبحان الملك تسعة وتسعين سجل تخيل حضرتك لو طرعت مثلا فوق برد القاهرة كده وشوف عينك تجيب كم كيلو حوالي عشرين تلاتين كيلو ده سجل واحد كله مليان زنوب وسيئات تخيل حضرتك بقى جنبهم تسعة وتسعين سجل فالله عز وجل يسأل العبد وربنا قال له ظلم اليوم وقال ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئة شوف ديء فلا تظلم نفس شيئة وإن كان مثقال حبة من خردال أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالمولى عز وجل يقول له أهذه أعمالك بلا يا ربي أهذه سجلاتك بلا يا ربي أظلمك كتبتي الحافزون في حد من الملايكة كتب عليك حاجة أنت ما عملتاش قال له لا يا ربي فيقول جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة بطاقة صغيرة بس مكتوب فيها كلمة الكلمة دي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وكلف العباد بأعظم تكليف ثم انقسم الناس بسبب هذه الكلمة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير مكتوب في البطاقة لا إله إلا الله فيقول جل وعلا للعبد احضر وزنك قال كيف احضر وزنك 99 سجل أشلهم زي يا ربي قال احضر وزنك لا ظلم اليوم يحضر العبد وزنه وتوضع السجلات تسع وتسعين سجل السجل كماد البصر توضع في كفة وتوضع كلمة لا إله إلا الله في كفة يقول الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فطاشة السجلات فإنه لا يفكر مع اسم الله شيء كلمة لا إله إلا الله اللي من أجلها خلق الله كل هذا وكلفنا بأعظم تكليف بأول سبب إقامة التوحيد لله سبحانه تعالى رقم اثنين قراءة الكرآن ومش كده بس والعمل بما فيه قال جل وعلا وننزل من الكرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء في الدنيا ورحمة في الدنيا وفي الأخرة ربنا يرحمك بالكرآن ربنا يوحلي قدرك بالكرآن يقال لقهر الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتقل وارطل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تكرأها الكرآن شافع ومشفع هيشفع لك الكرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار قال جل وعلا وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه الكرآن جملة واحدة فربنا بيرد عليهم بيقول كذلك لنثبت به فؤادك وردتلناه ترطيلة الكفار بيقولوا هو ليه الكرآن منزلش على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة زي ما الكتب كلها جماعة نزلت على كل الأنبياء مرة واحدة واضح كان كل الأنبياء بنزل عليهم الرسالة بتاعتهم مرة واحدة لكن النبي محمد سيدنا وحبيبنا وتجرسنا صلى الله عليه وسلم نزل عليه الكرآن منجما مفرقا حسب الأحداث وحسب اللي حصل وحسب وحسب وإقرأ بقى في أسباب النزول للإمام الوحيد وعرب بقى كل آية نزلت في مين حتى إن ابن مسعود قال والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت يا سلام شو بقى فلما النبي يعني الكفار بيقولوا هو ليه النبي منزلش عليه الكرآن جملة واحدة فربنا بقول كذلك لنثبت به فؤادك تحصل حاجة معينة فتنزل آيات الكرآن تقوله يا رسول الله الآيات دي نزلت عشان الموقف الفلان فيزداد النبي صلى الله عليه وسلم فقة ويقينا في الله ومش محتاج صلى الله عليه وسلم هو أعظم قلب وأخشع قلب وأطقى الناس لله صلى الله عليه وسلم يحصل حاجة معينة واحد يتهم في حاجة معينة زي أم من عائشة متهمة في حادثة الإفك فتنزل الآيات من سورة النور تبرق أم من عائشة ثلاثة يتخلفوا في غزو التبوك فتنزل برائتهم ثم تاب عليهم ليتوبوا كما في سورة التوبة يحصل موقف معين فينزل آي عشان تبرق يحصل موقف بين زينب بنت جحش هو زيد بن حارثة ويطلقها زيد فينزل الأمر بالزواجها من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهر خدت بالك فنزل الكرآن منجبا لتثبيت قلب النبي ثم لتثبيت قلوب الصحابة والأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة التزام شرع ربنا وكثلة العمل الصالح لما الإنسان ربنا يهديه فيكثر من العمل الصالح فربنا يزيد هدى فلما يزداد هدى فيلاقي نفسه بيعبد ربنا أكتر فلما يعبد ربنا أكتر ربنا يزيد هدى تاني وهكذا ينتقل من هدى إلى هدى حد ما يوصل قلبه إلى ذروة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم طب زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهم اهتدوا وزادوا فربنا يزدهم أكتر فلما يزدادوا يزدادوا أكتر وهكذا تبقى المسألة كده ترضية زيد وإحنا نزيد زيد وإحنا نزيد حد ما يوصل القلب إلى مرحلة لا تخطر على قلب وشر من الروعة والخشوع والجمال حاجة ربنا يا رب يرزقنا مثل هذا القلب يقول جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يا ما اسمعنا مواعز يا ما نسألونا يا جماعة قيام الليل صيام النهار ذكر الله قراءة الكرآن الاستغفار صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا الخير بروا الوالدين صلوا الأرحام احسنوا إلى الجار اكرموا اليتام يا ما نسوا عظونا ويا ما نسألونا بس المسألة مش مسألة حكاوة قاعدين من يسمعها ولا مواعز يسمعها في امر معين انت صلي الفريضة وانت واقف للك تعبان فاتقوا اللهم صلي وانت قاعد مش قادر وانا قاعد فاتقوا اللهم صلي وانت متغى سبحان الملك مش قادر اتوضى بالمية اتيمم فاتقوا اللهم صلي شوفت قدي دينا جميل دينا جميل للي تفهموا عشان كده بقول والله يا جماعة اللي بيعقد الدين وبيكالكعه وبيطلع يشخط وينطر ويعقد الناس في دينهم هو أصلا مش فاهم الدين لأن لو فهمنا الدين ده إن الدين يسر ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة نعمل إيه يا رسول الله؟ الحكتين فسددوا طب مش قادرين وقاربوا عارف حضرتك اللي ماسك بندقية فبيقول له الهدف هو قدام عينيك اضرب فبيقول بسم الله فضرب فلما بيسدد ويقول بسم الله فلو ضرب إما إن يجي في عين الهدف أو على الأقل قريب منه شوية هي دي فسدده جيت في عين الهدف ماشي طب معرفت شوصل وقاربه خليك قريب من الهدف وخبالك ولذلك اللي إنسان لما يروح مثلا مكة عشان يعتمر أو يحج بيقول له إيه؟ بيقول له إيه القبلة بتاعتك فين؟ قال له لو كنت جوة الكعبة يعني جوة في في صحن الحرم جوة فالقبلة بتاعتك هي عين الكعبة هي إيه؟ هي عين الكعبة لازم تبقى عينك على الكعبة نفسها طب لو كنت برا الحرم سواء في مكة في جدة في الرياض في أي مكان في الدنيا قال لك تنظر جهة الكعبة لأن أنا وأنا عايش في مصر هنا أكيد عيني مش معقولة هتكون جايبة الكعبة بالملي وبالصنطي إنما جايب اتجاه الكعبة واضح يبقى فسدده مش عارف وقاربه شفت ديننا جميل إزاي؟ شفت قد إيه؟ النبي بيوضح لنا؟ ده النبي بيحارب الغلو ده التلاتة ما كانوش بعمل معصية ده التلاتة كما في الحديث الذي لو مسلم لما رحوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله سلم فلما أخبروا عنها كأنما تقالوها قالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر واحد فيهم قال لهم أما أنا فأصلي الليلة ولا أرقد والتاني قال أما أنا فأصوم النهارة ولا أفطر والتالت قال أما أنا فلا أتزوج النساء وصل الخبر للنبي شوف يعني أقول إيه؟ أستاذ الزوقيات اللي في الدنيا دي كلها يا جماعة اتعلموا الزوقيات النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش التلاتة بقى ووبخهم خبالك ومرغم ان التلاتة ما قلوش حاجة حرام ده واحد بيولها صلي والتاني بيولها صوم والتالي بيولها تفرغ بقى لعبادة ربه مش هتجوز يعني ما قلوش حاجات محرمة ما فيش واحد قال له هشرب خمر والتاني قال ألعب ميسر والتالي قال مش عارف هشم هيروين أبدا تكون لها عبادات وخبالك ورغم ذلك شعر النبي ان ده بداية الغلو بداية الغلو ان انت تظن من جواك يا مسلم انك ممكن تحضر لبنا اكتر من عبادة النبي هو فيه غلوه اكتر من كده فحب النبي كان ممكن واحد غير النبي له ما عفرم عليكم يا شباب ايه ماشي الله ده عبادة وقيام ومصيام وتفرغ للعبادة ايه الجمال ده لا 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 ده بداية الغلو فرح النبي عسام بزوقياته الجميلة برضيش يجرحهم رح منادي الصلاة وجامعة اتجمعوا الصحابة كلهم التلاتة دول تاهوا فص الصحابة حدش عارف الكلام مواجه لمن ثم قال ما باله أقوام يقولون كذا وكذا حد عارف مني القلب محدش عارف لان النبي بيراعي زوقيات الناس وشعور الناس الناس اللي بتطعوا التجرح في بعض الناس اللي بتطلع على الهوى ويعودوا يسبوا بعض ويشتموا في بعض وينظروا في بعض ويفضحوا في بعض خفوا على يعني ارحموا بعض ارحموا بعض دي مش اخلاق مسلمين الناس اللي عايزين يعملوا برامج توك شو علشان بس مجرد ان يعمل اكشن كده على الهوى ويجيب واحد يفضحوا على الهوى او يشتموا او يعمل مدخلات يجرحوا قدام الناس أو يفضح أو ينشر أسراره على النت أو غير ذلك شوفوا النبي كان بيعمل إيه النبي كان بيسطر وكان بيحض المسلمين على السطر يقول من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة اللهم جعلنا منهم يا رب العالمين جعلنا يا رب ممن يسطرون إخوانهم ولا تجعلنا يا رب ممن يفضحون إخوانهم شوف قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني والله لأخشاكم لله وأطقاكم له ولكني أصوم وأفضر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني التلافة اتزبطوا اتزبطوا حد جرحهم أبدا حد أعرف مين التلاتة اللي قالوا كذا أبدا حتى لم يفكر اسمهم في الرواية شوفت دي أخلاقات النبي صلى الله عليه وسلم فشوف رب نبي ليه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولم يوضح الأجر ولهديناهم صراطا مستخيمة ثم قال بعدها وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا سلام يا سلام على جمال وروعة الكرآن بس كل ده بشرط ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الموعزة اللي بتسمعها أخويا الحبيبي والموعزة اللي بتسمعها أخت الفاضلة حاولوا على قد ما تقدروا فاتقوا الله ما استطعت بكلمكم عن قيام الليل ولا وركاتين بكلمكم عن القرآن ولا الجزء كل يوم شوفها هذه هي الفطنة والفقه في الدين قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحين أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل عارف العبادة البسيطة دي لما تداوم عليها تؤثر في قلبك أفضل من أن أنت تأتي في يوم كي تقول أصلي قيام الليل من عشة للفجر ثم أتركه لمدة شهر أديك مثال شايف كوباية الماء ديت لو أني أنا جيت النهاردة فتحت حنفية ماء على صخرة خليت الحنفية تنزل نقطة نقطة على مدى شهر النقطة دي هتعلم في الصخرة هتحفر حفرة وتعمل علامة هتأثر طب لو جبت كل الماء ديت النقطة الريس دي وجمعتها في برمي الماء ودأتها على الصخرة مرة واحدة لن تؤثر واضح؟ فعبادة كبيرة نعملها في مرة واحدة ونترك العبادة بعد كده لا تؤثر أما العبادة ولو كانت يسيرة وبسيطة تقعد تؤثر في القلب وتنور في القلب وتخلي القلب يزداد خشوعا وإخباطا وإكبالا على الله سبحانه وتعالى ربنا يثبتنا وإياكم رقم أربعة من أسباب الثبات يا شباب ويأخوات ويأهل ويناسي تدبر قصص الأنبياء قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إيه علاقة قصص الأنبياء بتثبيت القلب أصلي نعمة التسلي أو نعمة التسليه نعمة من النعم الكبيرة قوي قوي اللي هيحرم منها أهل النار في الدنيا جماعة ممكن الإنسان ربنا يا رب يش في كل مرضى المسلمين قوله أمين ممكن الإنسان يمرض وهو قاعد في البيت ليل ونهار عمال يقول آه وبيتأوى طب خده كده وديه مستشفى وحطه في عمبر فيه 30 مريض بنفس المرض فأول ما يبص على جنبه يلاقيه عنده نفس المرض بس أشد واللي قدامه أشد وأشد واللي جنبه فقول الحمد لله ده مش أنا الوحدي ده يا مناسب طليت اللهم لك الحمد يا رب ده الحمد لله ناها لحد كده الحمد لله اسمها نعمة التسليه أو التسلي قبلك أننا أتسلى بغيره أهل النار بقى ما عندهمش النعمة دي مع أنها نعمة كبيرة جدا الخنساء لما مات أخوها صخره كان كافرا قعدت السنة تبكي وتقول شعرا في أخيها كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرت الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي بتقول لولا أني في ناس كتيرة إخوانهم ماتوا كنت أنا قتلت نفسي بس الحمد لله في ناس كتيرة ابتلوا زي نفس البلاء اللي أنا ابتلت بيهي في النار بقى شوف لما يجتمع عصات الموحدين مع الكفار في النار الكفار هيتريق عليهم هيقول لهم مين ما أغنى عنكم إسلامكم مش أنتوا أسلمتوا أمنتوا وعبدتوا ربكم طيب إحنا كفرنا بقى ورغم ذلك إحنا الاتنين في النار مع بعض فيغضب المولى عز وجل لهم ويأمر الملائكة فتخرج عصات الموحدين من النار فذلك قوله جل وعلا كما أورد ذلك الإمام الكرطبي كما أورد ذلك الإمام الكرطبي رحمه الله رحمه الله وسعه في تفسيره قال فذلك قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فيحبس كل كافر المخلدين بقى في النار يحبس في مكان وحده في النار ونتعرفين النار مظلمة أوقد عليه ألف عام حتى بيضت وألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى سودت فيظن كل واحد منهم أنه قد سجن في جهنم واحدة وأن كل أهل النار خرجوا تخيل شوف إحساس إنسان إنه لو كان في سجن ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين والسجن فيه خمسمائة مسجون لو حس في لحظة إنه ربعمية تسعة وتسعين خرج وهو الوحيد اللي فاضل ممكن يموت كمدا وحزنا شوفت هذه فلما تتدبر قصص الأنبياء المولى عز وجل بيقول لنبع السلام وللأمة من بعد نبع السلام وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لما تشوف الابتلاء اللي حصل لسيدنا نوح لما تشوف الابتلاء اللي حصل لسيدنا لوط لسيدنا شعيب لسيدنا صالح لسيدنا موسى لسيدنا عيسى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تعود تشوف الابتلاء اللي حصلت لهم قال بك هايز بتقول الحمد لله مش أنا الوحدي خاتبالك أقول زيك نبع السلام لما لما جاله خباب ابن أرط الحديث روال بخاري وقال له يا رسول الله كانوا يتعذب عذاب شديد جدا كانوا بيوخدوا الخشب لحد ما يبقى فحم ويجردوا من ملابس من فوق وينيموا على الفحم لحد ما يقول الخباب بيقول فما كان يطفق الفحم إلا ودك شحم ظهري ما كانش بيطف الفحم ده إلا شحم ظهري بيسيح وينزل على الفحم يطف فيه تخيل العذاب فرايح للنبي ظهره مولع متبهدل من كتر النار اللي فيه فبيقول له يا رسول بقال لها تستنصر لنا حديث روال بخاري قال لها تدعو الله لنا فالنبي غضب ما يعني كان المتوقع النبي يقوم يدعيله إنما النبي غضب مش عايزه وميستعيله قال إنه قد كان يؤتى برجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار قصة أصحاب الوضود اللي ذكرناها من بارها ثم يوضع المنشار عندما في القرأس فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظم ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي لن يتمنى الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون السبب أو الوسيلة الخمسة من أسباب الثبات الذكر ذكر المولى عز وجل أنا نفسي أسأل إخواني وأخواتي اللي قاعدين قدامي واللي منوريني ومؤنسيني للات أنتم معطرين نسانكم لي عن ذكر الله شغل لسانك وإنت قاعد بتسمعني هتخسر إيه وإنت قاعد بتسمعني لما تقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله قل الحمد لله استغفر ربنا ثبت ذكر معين عشان ما تتلغبطش وإنت بتسمع وأقعد أذكر ربنا كده ليل ونهار أنا كان ليه صديق أحبه قوي قوي كان دائما لما أقعد أتكلم معانا يقعد يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى فلما يجي الدور عليه يتكلم فلما أجي هو يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لي كنت أقعد أذكر ربنا لحد دما نام وخبالك ده أحلى أحلى منوم في الدنيا الناس اللي عندها أرق لو عندك حالة أرق قبعد يجيب منومات وحاجات زي كده مجيبش كند خالص قبعد أذكر ربنا صدقني والله يقينا الشيطان مش هيسيبك تذكر ربنا هينيما كوا بنفسه وخبالك يعني سبحان الله فبيقول لي كنت لما قوم قبل الفجر مثلا بساعة عايز أصلي ركتين ولا حاجة أجي أقوم قبل الفجر ألاقي لساني لوحده شغال بذكر الله هذا الأخ في يوم الأيام أجريت له عملية جراحية وكنت راح للمستشفى عشان أوص عليه فلقيت الدكتور اللي عمله عملية قال لي يا شيخ محمود أنا رأيت من هذا الشاب يعني شيء ما رأيته في حياتي أبدا قلت له خير قال لي هو في البنج بقى أنه خمس ساعات والله إن الخمس ساعات دولة لم يفطر اللي بيحب ربنا وقلبه بيتحرك بذكر الله ومن أحب أحدا يعني لابد أن يذكره فما ظنك إذا كنت تحب المولى عز وجل سبحانه وتعالى فاطر السموات والأرض قال صلى الله عليه وسلم حديث روضة الميد بسنة صحيح أنا أنبئكم بخير أعماركم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بل يا رسول الله إيه اللي أحسن من كل ذا قال ذكر الله تعالى ذكر الله أفضل من كل ذا بل ثبت أيضا عند التلمذية بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل يعني بقول له كثرت علي شراء على الإسلام فدلني على عمل أتشبث به وأقصر قل حاجة عن إيه خفيفة قال له لا يزال لسانك ربا من ذكر الله العلماء قالوا لقد جامع له الدينة كله في هذه الكلمات ليه طول ما أنت بتذكر ربنا صعب أنك تعصى ربنا قال حضرتك هل ممكن واحد مثلا هو ماشي يلاقي عفوا واحدة معديها وعايز ينظر الله هل ممكن ينظر إليها وبيذكر ربنا لا يمكن فطالما بيذكر ربنا فذكر الله يعصمه من النظر إلى النساء هل ممكن واحد يروح يسرق وحطت إيده في جبل اللي جمع يقول بسم الله توكلت على الله يعني أخبرك لا يمكن طبعا قال لك فلما الإنسان ينشغل بذكر الله محال أن يتلازم الذكر مع معصية لا يمكن أن يجتمع الذكر مع معصية المولى عز وجل يقول الحبيب المصطفى كما عند أحمد التلمذي بسند صحيح إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وكان من بينها وأمركم بذكر الله تعالى ورح ضرب مثل قال ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثري فأتى حصنا حصينا دخل جوه حصن كده وتحصن بيه عشان العدو ما يوصلوش فأحرز نفسه فيه قال وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى عايز تتحصن عايز ربنا يحميك من كل مكائد الشيطان عايز ربنا ينجيك من المعاصي اذكر ربنا سبحانه وتعالى وشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت وصية المولى عز وجل سيدنا موسى سيدنا هارون وهم رايحين لفرعون قال ولا تنيا في ذكري ما تأثروش اشغالوا لسانكم دايما بذكري ده هيكون من أعظم أسباب السبات ومن أعظم أسباب القوة النفسية والقلبية وانتوا قفلون قدام فرعون رقم ستة من أسباب السبات أتمنى تكونوا بتكتبوا ورايا حتى رؤوس رؤوس أقلام رقم ستة من أسباب السبات على دين الله سبحانه وتعالى الدعاء الدعاء يا جماعة قلنا مبارح الدعاء دعاء المؤمنين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان أكثر دعاء النبي السلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكم الحديث روى الترمذي بسند صحيح بل وثبت عند مسلم أن الله عز وجل قال يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أطلبوا مني الهداية عشان أهديكم أطلبوا مني الثبات عشان أثبتكم أطلبوا مني المغفرة عشان أغفر لكم أطلبوا أطلبوا من الملك سبحانه وتعالى والحق جل وعلا من يعني مش عارفوا لي يعني والله لا أستطيع أن أصف مذاكر من حق سبحانه وتعالى من شدة رحمته ووده لعبادي ينزل كل ليلة كما في صحيح مسلم كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليك بجلالي وكمالي وينادي على عبادي هل من دعني يدعوني فأجيب هل من سائر يسألني فأعطي هل من مستغفر يستغفرني فأغفر إلى أن يطلع الصبح يبقى إذن يا عبادي كلكم ضالوا إلا من هديتوا فاستهدوني أهدكم ولذلك كان هداية سيدنا عمر بالخطاب اللي كانوا بيقول عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بالخطاب تخيل حضرتك يعني كانوا يأسنين منه تماما لا يمكن يسلم ورغم ذلك يسلم عمر بالخطاب بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى يسلم بدعاء النبي وده كان أعظم سبب على فكرة من أسباب إيمان وإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر ابن الخطاب وبدأ بالأول لأنه كان أقرب إلى قلب النبي من أبي جهل قال بعمر ابن الخطاب أو بعمر ابن هشام اللي هو اللي هو أبو جهل فكان أحبهما عمر ابن الخطاب فأسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وده أصبح فاروق الأمة اللي النبي قال عنه بعد كده سبحان الله شو قال عنه إيه لو كان نبي بعدي لكان عمر وقال صلى الله عليه وسلم والحديثين عند أحمد بسند صحية قال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ورسان عمر وقلت دائما الجماعة قلت إن عمر مر بمرحلتين كان ما بين كلمة لو الناس كانت تقول لو لو أسلم حماره خطاب ما أسلم عمر بن الخطاب فلما أسلم وبقى فاروق الأمة يوم النبي ليه لو لو كان نبيهم بعدي إلا كان عمر شوف ما بين لو الأولى وما بين لو التانية بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فاروق الأمة بل والنصر في يوم بدر وفي يوم الأحزاب أيضا بعد تقدير ربي سبحانه وتعالى كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بل وشوف بقى المنقف العجيب جدا لقطايبة بن مسلم هذا القائد الفز لما كان راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه لأنها مدينة صعبة جدا فقال التمسوا لي محمد ابن واسع دوروا لي على محمد ابن واسع محمد ابن واسع ده رجل من الخيرة التابعين فقال التمسوا لي محمد ابن واسع فذهبوا فوجدوه واقفا يعني رفعا يديه إلى السماء وهو يدعو اللهم ونصرك الذي وعدت اللهم أنزل نصرك على عبادك المؤمنين فأول ملأوب المنظر ده مرضيوش بقى أنهم يطاعوا الدعاء وراحوا راجعين لمين لقطاب ابن واسع قالوا له وجدناه رفعا يديه إلى السماء يدعو فقال أبشر والله ابن نصر فلا أصبعي محمد ابن واسع وهي تشير إلى السماء أحب ألي من مئة ألف سيف شهير ومن مئة ألف شاب طرير دعاء رجل صالح أفضل من جيش كامل سبحان الملك وبالفعل جاء النصر بفضل الله سبحانه وتعالى بمن أسباب الثبات رقم ستة الدعاء رقم سبعة التربية الإيمانية الإنسان يا جماعة ابن بيئته وزي ما بيقولوا يعني كده سبحان الله يعني أن الإنسان لما يتربى ما بين أناس قد ثبت الله قلوبهم على الطاعة هو كمان بيثبت وشوف بقى النبع السلام كان يا رب الصحابة على الزهد في الدنيا وعلى الرغبة في الآخرة وكان دائما يذكرهم بالجنة وإلى غير ذلك فالنبع السلام يعني خلاهم يفهموا معنى كبير جدا أن الدنيا دي لا يمكن تكون ضرراحة دي ضار ابتلاء وامتحان والإنسان لابد أن يثبت ويصبر لحد ما ربنا يكرمه في جنة الرحمن التي فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ماشر والنبي وضحهم أن لابد من دفع التمن قال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة يبقى الجنة دي سلعة غالية وعشان تخش الجنة الموضوع مش ببلاش دي أنت مدرس تشتغل في شركة من شركات الدنيا لازم تقدم الموهلات ولازم تقدم شهادات الخبرة وغاية إلى غير ذلك وتدفع رسوم وتعمل وحاجات يعني لحد ما تشتغل فما ظنك بمن يريد الجنة لازم تصبر على ابتلاءات لازم تصبر على التكاليف لازم تعبد ربنا والتكاليف والأمر والنهي لازم تكون ثابت في كل هذا عشان ربنا يكرمك فكان هو ده السبب اللي ثبت بلال وثبت عمار وأمه سمية وخباب اللي شافوا عذاب لا يعلموا إلا الله ما ثبتهم إلا التربية الإيمانية الجميلة التي سكبها النبي صلى الله عليه وسلم في كلوب أصحابه ولذلك تلاقوا يعني التكاليف والعبادات كانت كلها في سنة تقريبا اتنين هجرية سنة تانية الهجرة للمرحة مدينة إنما قبل كده الخمستاشر سنة دول كلهم تقريبا كان كلهم غرس إيمان وتوحيد وعقيدة في كلوب الصحابة عشان كده لما يجي بقى القلب تبقى مليان إيمان وتوحيد وعقيدة وما شاء الله أول ما تقول له الخمر اتحرمت خلاص فهل أنتم منتهون انتهينا ربنا انتهينا فهم زي القبلة هنغيرها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خلاص سمعا وطاعا وتمت الاستدارة امتى جماعة وهم بيصلوا صلاة العصر وكانوا ركعين ومتجين إلى المسجد الأقصى فنزلت الآية بإن خلاص فلن ولي نكا قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا المسجد الحرام على طول في ساعتها استدار النبي تجاه المسجد الحرام والكل استدار وراه هم ركعين شفت ديه شوف السمع وطاع حاجة تربية إيمانية رجل يكن لابس خاتم ذهب حديث روال بخاري والنبي والسلام وراجل لم يكن يعرف أن نزل تحريم لأن النبي لبس في البداية الأمر كان يلبس خاتم ذهب فلما نزل التحريم خلع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فالصحابي لم يكن يعرف أن التحريم نزل خلاص فكان لابس خاتم ده فقال النبي يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يدي فأخذ منه الخاتم ورمع على الأرض فالصحابي قال له خد الخاتم وانتفع به لا تلبسوش لكن رح بيعه وانتفع قال والله ما كنت آخذ بعد أن طرحه النبي على الأرض ومع أن كان يجوز أن يأخذ ويبيعه رفض حتى يأخذ الخاتم لماذا لأن النبي خلاص طرح مأيده في يوم الآن دخين كانوا يصلي بالنعال لأن المساجد لم يكن زي حالتنا سجاد ومكت وكام ده كله كان الأرض من الحصن فالنبي في يوم الأيام ويصلي خلع النعالين بتوع وخلع وراء من غير ما يسأله فلما انتهى مساء السلام قال لماذا خلعتم قال رأي انك خلعت فخلع نحن نسأل لماذا عمل نتبعك دون ان نسأل هو ده التسليم المطلق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ويسلم وتسليم درجات مقامات الدين ثلاث مقامات اسلام ايمان احسان التلاتة الجمعوا في الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اسلام ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ايمان ويسلم وتسليم احسان التلاتة اجمعوا في آية الواحدة بفضل الله سبحانه وتعالى بالتربية الايمانية رقم تمانية مرافقة الصالحين والقرب من العلماء طبعا لما ترافق الناس الصالحين والنبي صلى الله عليه كما عند أبي داود بإسناد حسن الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي دي وصية النبي صلى الله عليه سلم لان انت لو صاحبت واحد بيشم ولا بيشرب خمر ولا بيعمل كذا ممكن يجرك للفتنة دي ويضيعك اما لما كنت صاحب انسان يعينك على طاعة ربنا ما شاء الله يصحيك لصلاة الفجر يذكرك بصيام الاتنين والخميس يذكرك بقراءة القرآن يتسابق معك في طلب العلم يذكرك بالدعوة الى الله يفعل كذا يعني ما شاء الله بياخد بايدك الى مرضتي الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك حديث عجيب جدا جدا حب دايما اذكر نفسي وإخواني حديث روال بخاري عن حديث ابن اليمان حديث ابن اليمان كان اعلم الصحابة بالفتن القائمة منذ عهد النبي صلى الله وإلى قيام الساعة اكتر واحد يعلم الفتن حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول كان الناس من فقه هذا الصحابي الجليل كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرفه الخير من الشر يقع فيه الصحابة كان يروح يسأله النبي السلام ايه احب الاعمال الى الله ايه العمل اللي يدخل الجنة ايه العمل اللي يرفعني في درجات الجنة ايه انا كنت اسأل عن كده خالص انا كنت اسأل عن الشر ايه اللي ممكن يدخل النار اللي ممكن يبعدني عن طاعة ربنا اللي ممكن يبعدني عن مرضات الله عشان احذر من الحاجات ديات وقرب من الحاجات اللي ترد ربنا واضح يعرفت الشر لا للشر انا مش حاجز اعرف الشر عشان بيحب الشر لا ولكن لتوقيه عشان اعمل لنفسي وقايا ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه ما ممكن الانسان يريد الخير ولكن لا يعرف مسالك الشر فيقع في مسلك من مسالك الشر قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسألوا عن الشر المخافة ان يدركني فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير يعني بهذا الدين فهل بعد هذا الخير من شر قال اجل ولم يسأله حزيفة عن الشر ولا تفاصيل لسبب لوجود الجيل الأول هذا الجيل العظيم اللي كان وجوده بفضل الله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان قادرا على انه يقضي على اي فتنة قبلك لان النبي قال كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم فما زالوا في الكورون الخيرين قال فهل بعد هذا الخير من شر قال اجل لم يسأله عن تفصيل فقال لهم فهل بعد هذا الشر من خير يعني احنا دلوقتي في خير وفيه شر جاي مش هسأل عن تفاصيله لكن بعد الشر اللي جاي ده فيه بعد خير قال اجل خير وفيه دخن قلت وما دخنه يا رسول الله قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يعني بداية بقى ظهور البدعة خير الذي فيه دخن هل بعده من شر قال اجل دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قدفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله وصف لنا الدعاء على ابواب جهنم قال اما انهم اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فبما تأمرني ان ادركني هذا الزمان جزاك الله عننا خال سيدنا حزيفة لكنه بيسأل عشان ينتفع المسلمون بهذه الكلمات هو بيقدم لنا الحديث ده هدية منه لنا قال فبما تأمرني ان ادركني هذا الزمان قال ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم قلت فان لم اجد لهم جماعة ولا امامة قال فاعتزل تلك الفرق ولو انت عض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك لو ما جدتش جماعة المسلمين وامامهم اعفزل الفرق دي كلها وعد في بيتك ولو انت عض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فسر بعض أهل العلم كلمة النبي والسلام ولو أنت عض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فسروها كلمة تعض على أصل الشجرة أي أن تلزم عالما عاملا بما يعلم هو ده من أعظم أسباب النجاة في وقت الفتن أن أنت تلزم عالم فاهم وكما أكرر دائما نحن في زمان ده مش محتاجين عالم مذاكر حافظ محتاجين عالم فاهم والعالم يرى الفتنة وهي مقبلة والجاهل أو حتى العابد يرى الفتنة وهي مدبرة الفتنة وهي لسه جاية من بعيد كده العالم يشوفها يعرف أن ده فتنة ويفهمها كويس ويتكلم ويعبر أحيانا طبعا الفتن بتكون مشوشة أحيانا الأمور ما بيكون واضحة وقد يخطئ العالم لكن في الغالب العالم اللي فاهم بيرى الفتنة وهي مقبلة وأما غير العالم فيراها بعد ما تعدي والدنيا كلها توضح ويشوفها وهي مشوشة الفتنة طيب من دمن أسباب السبات على دين الله أو وسائل السبات على دين الله طلب العلم لأن أنت هتثبت على دين إزاي وانت نتعافش حاجة عنه فلو ود حتى تطلب فرود العين على كل مسلم أنت تتعلم فقه الطهارة تتعلم فقه الصلاة داخل رمضان تتعلم فقه الصيام رايح تحج تتعلم فقه الحج راجل شغال في التجارة تتعلم فقه البيوع وخبالك وهكذا في علوم دي فرد كفاية لو تعلم واحد في كل مكان يكفي ويرفع الحرج عن الآخرين زي علم المواريف إلى غير ذاك من العلوم التي قد لا يحتاج إليها المسلم لكن يحتاج فقط أن يسأل عنها عند الحاجة واضح يبطلب العلم قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال كما عند مسلم ومن سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجن بإذن محتاجين إن إحنا نقلب العلم ولو حتى فروض الأعيان إن إحنا يعني على الأقل نكون عارفين كل عبادة هنعبد ربنا إزاي وإلا أنا لو معرفش فقه الصلاة أجي مثلا عايزة أصلي شوية نوافل مثلا فأجي مثلا أصلي نافلة غلط مثلا أو إن مثلا عايزة أصلي مثلا فريضة هاجة أصلي الظهر وأنا ما عنديش علم بالدين ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فأعمل إيها صل الظهر ست ركعت لكن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوا كما بالزبط كده كربون كما رأيتموني أصلي عايزة أروح حج وخبالك أخذوا عني مناسككم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كل حاجة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كانها لها لا يزيغ عنها إلا هالك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما عند الحاكم بسند صحيح طرقت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض طيب رقم عشرة من أسباب أو من وسائل الثبات على دين الله وده وسيلة مهمة جدا جدا الدعوة إلى الله طلبت العلم العلم ده أنا أجل بطلوبه النفسي العلم ده أنا أطلوبه الثلاث حاجات بطلوب العلم من أجل أن العلم وأهل العلم ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرفع قدرهم في الدنيا الأخيرة رقم اثنين عشان أعمل بالعلم ده رقم ثلاثة عشان أدعو الناس إلى هذا العلم واضح كده يا جماعة والمولى عز وجل قال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقطن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال جل وعلا عن سيدنا عقوب وإنه لذو علم لما علمنا قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمنا يبقى أنا بطلب العلم عشان أعمل به وعشان أدعو الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس أخبرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كما عند مسلم كان له أجل من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند التلميذية بزنة صحية إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير وقال صلى الله عليه وسلم أداله على الخير كفاعلي أحاديث كثيرة جدا جدا تحد الإنسان أنه يجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث كان من بينها أو علم ينتفع به يعني العلم اللي ينتفع به ده لما تتركه بعد موتك هو ده بقى الصورة بتاعتك هو ده ابنك بقى اللي ينفعك في قبرك بجد وخبالك رجل عالم ترك محاضرات ترك كتب ترك حاجات زي كده بفضل الله هو ابقى بيت والناس عما لا يتسمع محاضرات وتقرأ كتب وتنتفع بيها وكل ده في ميزان حسناته ودهله على الخير كفاعلين فاضي العنصرين فقط أو وسلتين من وسائل السبات على دين الله سبحانه وتعالى رقم 11 تذكر الموت والخوف من سوق الخاتمة أنا بثبت ليه بثبت على الدين لإني بحب ربنا ولإني بعتزي بهذا الدين ولإني بحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفسي أن ربنا يحشرني معاه ونفسي أن ربنا يكرمني برضوانه وبجنته وبالنظر إلى وجهه في جنته سبحانه وتعالى فده بلخليني أثبت وبخاف إننا أموت على سوق الخاتمة هذه مصيبة مصيبة إن الرجل وذكرنا الحديث مبارع إن الرجل لعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال هو بالخواتين اللعب رهب الخاتمة عشان كده من عقيدة أهل السنة والجماعة قال لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار يبقى لازم يا جماعة نحرس كل الحرص لو قينا في زنب محدش معصوم توب قبل أن تنام اوعى تنام ليلة لو أنت مرتكب زنب بدون أن تتوب لأنه ممكن تموت في الليلة دي طلق الله وأنت تائب خلاص معركش أي حاجة تلحق تتوب كل ليلة قبل ما تنام تقول دعاء سيد الاستغفار أو حتى لو مش حافظة أقول أستغفر الله توبت إلى الله وخلاص منام يبقى أنت كده نمت على توبة ويبعندك عزم أنت ما ترجعش المعصية أبدا لو قيعت تاني توب أحد التلاميذ التابعين بيقول لي شيخه إني أذنب قال توب قال ثم أعوده فأذنب قال توب قال حتى متى قال حتى تيأس الشيطان منك إن الشيطان وظفته يأسك من رحمة ربنا والمولى عز وجل بيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لكن في المقابل وأن عذاب هو العذاب الأليم وربنا سبحانه تعالى بيقول لكل يا عبادي الذين أصرفوا عن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيأتيم حسنا وكان الله غفورا رحيما لقي الفضيل بن عياد رجلا غافرا عن طاعة الله قال له كم عمرك؟ قال ستون سنة قال سبحان الله فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجع قال هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع قال هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه قال ما الحيلة يرحمك الله قال الحيلة يسيرة هو ده العالم العالم ما يأس الناس من رحمة ربنا وما يجرأش الناس على معصية ربنا قال الحيلة يسيرة قال ما هي قال أن تتقل لها فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى هي دي المسألة خاتبها لحضرتك فرقم 11 تذكر الموت والخوف ومن سورة الخاتمة آخر وسيلة من وسائل الثبات على دين الله استحضار نعيم الجنة وعذاب النار ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم جنة الرحمن ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين شفتها دي هي دي المسألة وليس كان النبي يربط كل طاعة بالجنة كل طاعة مفيش طاعة فيك يا دنيا وانا قلتها لكم قبل كده مفيش طاعة في الكون دا كله إلا ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يشجع الصحابة على أنهم يكسروا الحاجز ده أول مرة يقاتلوا في سبيل الله يلوم الذي نفسي بيدي لا يقابلهم اليوم أو لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتلوا صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ثم يقول قوموا إلى جنة عرضوها السموات والأرض والحديث روى مسلم فيقول عمير بن حمان بخن بخن جنة عرضوها السموات والأرض قال ما حملك على قولك يا بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها طلع ثلاث أربع تمرات كانت تمرتين وبعدين قال لأن أنا بقيت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة ألقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم النبي مر على أهل ياسر عمار بن ياسر وياسر وأمه سمية وبيعذبه في لامضاء مكة يقول صبرا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة خلاص يهون عليهم كل بلاء يهون عليهم كل بلاء ولذلك أختم حركة الإلهدي بحوار يوضح لك وشوف سيدنا بقى حنظالة لما بيقول لك كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين من كتر تفكير النبي للصحابة بالجنة والنار هان عليهم كل بلاء في الدنيا وهان عليهم كل حاجة وضحوا بالغار والنفيس من أجل هذا الدين العظيم أنا أذكر هذا الحوار وأختم به هذا اللقاء المولى عز وجل حينما يذكر في سورة العرب فهذا الحوار الغريب الذي يدور بين أهل الجنة وبين أهل النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعرفون أهل الجنة وأهل النار وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصرهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وناذى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون دي كانت 12 وسيلة من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أتمنى تكونوا كتبتم رؤوس أقلمهم وإن شاء الله بكرة على موعد مع درس مفجأة إن شاء الله أتمنى أن يعجبكم وأنا سعيد جدا بلقائكم في هذا الوقت الكريم المبارك يعني الوقت يجينا معكم بصرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته